بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن الرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوبا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعسسنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتبوا لنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من رجونه آلهة إن يردني الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني إلا دخل الجنة خال يا ليت قومي يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قطمه من بعده من جمد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون قلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معورون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها ححبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه الندار فإذا هم مظلمون والشمس تدني لمستخل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عادك الأرجون الخديم للشمس ينبغي لها أن تددك القمر ونالليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا حملنا ذنيتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذرهم فلا سريخ له ولا ينقضون إلا رحمة منا ومتارا إلى حين وإذا خيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معذرين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا قال الذين كفروا قال الذين آمنوا قال الذين تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون ونفعون توصية ولا لنا أهمهم يغتعون ونفق في الصون فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعده رحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعون سلام لخخ لهم من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجدمون ألن أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أظلمكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبصرون ولو نشاء نمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لهنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعخى القول على الكافرين أم لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فظلها مالكون وذلولناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولم فيها منافع ومشار وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جهد محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه خالبا يحيي العظام وهي ربيم قل يحيي خلق الذي أنشأها أول مرة وهو قبت لخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بخاضر ولا أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العميم إلا ما أمره إذا أرد شيئا أن يطول له كن وفيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه توجعون ترجمة نانسي قنقر